ولا مباريات مباريات بص كابتن اسلام هو طبعاً فيه استراتيجية لكل مباراة حتتبني على الاعداد الفني ومشاهدتك للخصم قبل المباراة فرع الأخرى دي هيبدأ يعتمد عليها بشكل كبير جداً حتساعده على كذا جزئية في الجزئية الأولينية استراتيجية اللاعب هل هي لعب بطريقة 4-3-3 ولا هلعب بطريقة 4-2-3-1 وبيلعب 4-3-3 دي الطريقة اللي هو المعتاد عليها النقطة التانية تشكيلة اللاعبة تشكيلة الفريق اللي تبدأ المباراة أنا تشكيلة أمساً بالنسبة له هل بتجمع لعيبة عندها الجانب الدفاعي والجانب الهجومي وأفتكر ان دي أفضل عندك لعيبة بتجمع بين الشقين الحاجة التالتة لازم هو كمان يعتمد على يعني التوازن التوازن الدفاعي هيبقى عنده شقين والمدقورة تقطع منه هيبدأ ينزل نص ملعبه أم من خطوطه التلاتة وبعدين لما يستحوز يبدأ أول مباراة منتخب مصر بيلاقي منتخب موزنبيق منتخب موزنبيق كابتن إسلام معظمهم بلعبه في الدور البرتغالي يعني معظم التركيب اللي عليها منتخب موزنبيق بلعبه فيهم عناصر بتلعب بس معظمهم درجة تانية حتى لو كان درجة تانية لكن هتلاقي بدك عبدالهم ثقافة ثقافة قروية بالنسبة لهم وعايشين في الأجواء القرى الحديثة واحنا كمان بالذات الفرقة اللي هي مش مصنفة بنقلق منها يعني لمجهود أو المستوى الفني بالنسبة لنا بينزل ما بيعلاش مع الفرقة الكبيرة المصنفة مثل السنغال والكاميرو طبعا هو بالنسبة له يهمه جدا الستارت الأولاني إنه يكسب المباراة لجل تدينه ثقة إنه يقدر يكامل في المجموعة وزي ما قلتلك هو في الفتر اللي فاتت ديت بيعتمد على لعيبة فيه سببات في التشكيل بشكل كبير جدا زي مثلا الشنو في حرص المرمى محمد هاني زي ما اتكلمنا فتوح أو حمدي فتوح أو محمد حمدي إمام عشور عمنا مهجازي عمنا مهجازي لأن عمنا مهجازي موش تغيير يعني حتى في ظل إنه طبعا حجازي نجم كبير وكل حاجة ولكن يعني ممكن لسه رجع من الأصابة ملعيتش غير أربع خمس ماتشات بس ما تفرقش لا ما تفرقش لأن حجازي عشان كان يوصل للفرما الرياضية كان بحتاج أربع خمس ماتشات في عملهم خلاص في عملهم فأكيد بقى هيبدأ البطولة هتحس بكيمة وخبرة وجهزات حجازي في هذه البطولة محمد عبد منعب لأنه لعبوا مع بعض إسلام لعبوا مع بعض فأكيد ناوح جازي نجم كبير الحقيقة يستطيع أن هو يتكيف على الظروف اللي موجودة ومع أي حد صحيح لأن طبعا الخبرة هنا لها دور كبير جدا وهو تقدر تقول الخبرة اللي موجودة في خط الظهر زي الشيناوي في عرص الماربع وبعدين عندنا الخبرة التانية اللي موجودة إنني اللي موجود في نص الملعب مهم جدا بردك إنني بخبرته ويبقى حوالي بقى عندك إمام عشور أنا في رأيه حمدي فاتحي زيزو يعني الإختارات هتبقى لمستر فيتوريا في الجزية دي بالنسبة طبعا الجانب الهجومي حيبقى صلاح ومصطفى ومربوش بيبدأ بمربوش الأول وإحنا كنا بنتكلم قبل الهواء إن ترزيجي أكتر واحد في الحتة اللي قدامنا دي أسلام صراحة مؤثر بشكل جيد أنا بشوفه أفضل لعب في الفترة دي مع منتخب مصر في الجزء له ولعب نضج ولعب خبرة ولعب مقاتل وما بتفرقش معه بقى بره ولا جوه يعني زي ما بلعب بره وهو محترف أداءه ثابت كمان مع منتخبنا القومي أداءه ثابت بشكل كبير فده الشكل اللي ممكن مستر فيتوريا يعتمد عليه إحنا بقى عندنا نضج بشكل كبير جدا في الجانب الدفاعي بنعرف نقف الكويس قوي طبعا وعندنا كمان كسافة عددية وانطلاقات بتعتمد على الأطراف محمد هاني مع محمد صلاح طبعا حمدي أو زيزو زيزو مع مرموش كمان إمام بينطلق في مكانه التمني بيقدر يساعد للكصوباته على المرمى حمدي فتح كمان من اللعيبة اللي نضج بشكل كبير جدا وبتساعد في الحتة الهجومية فبعندنا نزع هجومية ما كانتش موجودة قبل كده يعني كانت النزع الهجومية اللي كانت موجودة قبل كده بتعتمد على صلاح بس لكن